نقلت صحيفة الوطن عن مصدر مطلع نفيه ما تدولته وسائل علامة تركية حول وجود تواصل بين أحزاب تركية معارضة والنظام السوري وجاء ذلك عقب أعلان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض برهان الدين بولوت أن حزبه تلقى رداً إيجابياً على طلب رئيس الحزب أوزغور أوزيل لزيارة دمشق ولقاء الرئيس بشار الأسد تصاعدت الغارات الجوية الروسية والهجمات بالطائرات المسيرة لقوات النظام على مناطق شمالي غربي سوريا خلال اليومين الماضيين ووثقت دفاع المدني السوري العامل في الشمال السوري اليوم الخميس ثلاث هجمات بطائرات مسيرة سهدفت ريفا إدلب مصدرها مناطق سيطرة النظام وجاء ذلك بعد ساعات من غارات روسية سهدفت مواقع في إدلب وريفها إضافة إلى سبع هجمات بالطائرات المسيرة قال وزير الخارجي الأردني أن مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم هي ذات أولوية بالنسبة لبلاده التي تريد إيجاد ظروف تتيح العودة الطوعية للاجئين وفي السياق صرح رئيس حكومة إقليم كردستان أن بلاده تدعم دائما العودة الطوعية لجميع النازحين واللاجئين إلى ديارهم وأماكنهم بكرامة وتعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إعداد وسيغة تعليمات إدارية لتنظيم شؤون اللاجئين ودعت الإدارة الذاتية التابعة لقصة اللاجئين المنحدرين من مناطق سيطرتها الموجودين في تركيا إلى العودة لديارهم في الشمال والشرق سوريا عقب الأحداث الأخيرة التي طالت السوريين في تركيا أقدمت الحكومة اللبنانية صباح اليوم الخميس على ترحيل دفعة جديدة من اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام ضمن ما يسمى العودة التوعية وأفادت وسائل علام بأن العدد المتوقع للاجئين المقرر ترحيلهم إلى السوريا يبلغ نحو ستمائة شخص حصلوا على موافقة أمنية من دمشق من أصل ألف ومئة وخمسين شخصاً معظمهم من منطقة القلمون بريف دمشق من جهتها أشارت وكالة أنباء سانة إلى وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق بينما تحدثت وسائل أخرى عن عودة ثلاثمائة وخمسين شخص أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن نشر وسائل الإعلام الإيرانية بنود اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين طهران ودمشق سابقة ونوعاً من الضغوط على سوريا كي لا تنضي بعيداً عن نتاق النفوذ الإيراني وأضافت المصادر أن تلويح إيران بورقة الديون تزامن مع حم التصريحات التركية المتعلقة بمسار التقارب بين أنقرة ودمشق وكذلك اللقاء المحتمل بين الأسد وأردوغان والجهود الروسية المبذولة في هذا الخصوص كما أشارت المصادر إلى أن كشف الطرف الإيراني عن حجم الديون والمدة الزمنية للاتفاقية المحددة بعشرين عام لسدادها يعكس بعضاً من ملامح مطالب إيران بمعنى حصتها في حال تم الجلوس إلى طاولة التفاوض متعددة الأطراف أفادت السفارة الأمريكية في سوريا بأن أكثر من نصف سكان سوريا أصبحوا الآن نازحين داخلياً أو لاجئين في الخارج وعدد سكان سوريا لا ينمو لكن احتياجات السوريين الذين يعانون من عنف النظام ولا مبالته تسمر في النمو وأشارت السفارة في اليوم العالمي للسكان إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 17.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ عام 2011 وبالسياق عقدت لجنة هيلسينكي المختصة بحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي مساء الأمس جلسة خاصة للحديث عن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري بمشاركة منظمات سوريا في مسعى لتكريس أهمية تمرير قانون مكافحة التطبيع مع النظام السوري توقع رئيس جمعية المخابس في دمشق وريفيا ممدوح البقاع برفع سعر ربطة الخبز السياحي إلى 20 ألف ليرا سوريا حسب التسعير الجديد المرتقب وأشار إلى أن نسبة المبيعات انخفضت أكثر من النصف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأضاف البقاعي أن ارتفاع الأسعار يعود لزيادة تكاليف الانتاج من محروقات وكهرباء ومياه وتحين وغير ذلك لافتا إلى أن انتاج العديد من الأفران انخفض نتيجة ارتفاع الأسعار ترجمة نانسي قنقر